موسيقى بحكينا بنائنا على الشكل الذي يمثل سطح تساول جهد لموصل كروة مشحون بشحنة سالبة هذا مشحون بشحنة سالبة بده فرق الجهد من B ل C و من B ل A باجي بحكي الجهد من B ل A شو بيساوي؟ جهد A ناقص جهد B باجي باجي put A نقطة A موجودة جوه vamosel الجهد داخل الموصل ثابت نفسه جهد凝 منطقة داخل الموصل نفسه جهده столько السطح باجي بحكي الجهد ددك الموصل ب Personal educator ال妳 هي سالبة خمسة سالبة ناقص جهد B هاى هون ижprend B هاي على السطح نفسه هاي ساطح تساول الجهد أي نقطة على هاي سالبة نفس الجهد جهد B هو سالبة أربعة فبحكي ناقص ناقص 4 هاي بتصير مع هاي موجة بتصير سالب 5 زائد 4 وتساوي سالب 1 فوت فرق الجهد من B لأي ففرق الجهد من B لC هو جهد C ناقص جهد B جهد C كم؟ هاي جهد C اللي هو سالب 3 سالب 3 ناقص جهد B هاي جهد B اللي هو سالب 4 اللي هو راح يساوي 1 فوت سالب 3 زائد 4 بطلع معنا 1 الفرع الثاني هكي ناس شغل اللي تبدوها القوة خارجية شوفيه عندي أنا قوة خارجية لنقل بروتون بسرعة ثابتة من النقطة M إلى النقطة C من M لنقطة C بنتبعين وانا يكون عندي قوة خارجية ما بعوض السالب بقانون الشغل صح؟ حكينا في عندي الشغل أنا في عندي قوة كهربائية وقوة خارجية القوة الكهربائية بحط سالب الشحنة في الجهد إذا كان عندي مثلا A إلى B بحط هنا من A إلى B هاي القوة الكهربائية لكن قوة الخارجية ايش بيفرقة عنها؟ انه بحط سالب تكون عندي موجب Q في الجهد من A إلى B تمام؟ فاحنا نستعمل هذا القانون تبع الجهد لتبع الشغل فبحكينا الشغل تبع القوة الخارجية لازم ننتبه بعيد لازم ننتبه قوة خارجية ولا قوة كهربائية النقطة الإلكترون بسرعة ثابتة من النقطة M إلى نقطة C هاي النقطة M وهي النقطة C فباجي بحكي الشغل من M إلى C يساوي Q في الجهد من M إلى C الشحنة كم؟ اللي هي شحنة الإلكترون اللي هي سالب 1.6 في 10 قوة سالب 19 ننتبه إلى شغله قبل ما نكمل انه حتى لو ما حكالي قوة خارجية أنا لازم أعرف انه قوة خارجية بتأكثر مش قوة كهربائية يعني حكالي الشغل لنقل الإلكترون بسرعة ثابتة من M إلى C لأنه نقوله من M إلى C الحالي أنا لازم أعرف انه قوة خارجية مش قوة كهربائية ليش؟ انه هذا سالب هذا الموصل سالب فأنا إذا بدأ جيب إلكترون سالب من منطقة بدأ أقربه على السالب إذا السالب مع السالب تنافر منفروض يتحرك لورا فأنا إذا بدأ حركه غصبا عنه أقربه على السالب فأنا قاعد بأترب قوة خارجية هي حركة إجبارية للشحنة فبصير أنا بعرف الحالي قوة خارجية مش قوة كهربائية لأن القوة الكهربائية مستحيلة تقربه على السالب تنفر عن السالب تبقى حركه هيك مدان حركته هيك فهاي أكيد قوة خارجية نكمل ضرب الجهد من M إلى C اللي هو جهد C يعني هاي الجهد من M إلى C اللي هو جهد C ناقص جهد M جهد C نحسبها على الجنب اللي هو سالب ثلاث ناقص جهد M الجهد M اللي هو سالب اثنين يعني هي بتصير سالب اثنين هي هي بتصير زائد يعني بتصير سالب الثلاث ناقص A زائد اثنين هي سالب واحد نعوض هون سالب واحد السالب مع السالب بتصير موجب فى 1.6 في عشر قوة سالب 19 جول لازم ننتبع أنه نعوض السالب تبع الشحنة وأنه أصلاً ما في عندي سالب القانون بيحكي لنا الفرع الثالث بده شحنة الموصل بده الشحنة تبع الموصل علمي أن نصف قطره هو تسعة سانتي متر فأجيب أحسب الجهد هون أو بقدر أنا أو بنحسب مباشر خلينا نختاره نختار الثلاث عشان يكون أنا عندي لا الثلاث ما بنعرف كم بعدها عنها فنأخذ مسافي إحنا بنقدر نعرف البعد عنها فلا أي نقطة بنأخذ بنأخذ نصف القطر اللي هي الموجودة عندي على السطح هون يعني لو أنا رحت أحسب على هاي مثلاً للثلاثي أنا ما بعرف قديش البعد فبقد أنا بس نصف القطر لأنني ما بعرف قديش هي المسافة ولا هاي فبقد أنا نصف القطر باجي بحكي الجهد عند النقطة A لأنه A الموجودة عندي على السطح أو موجودة خلص نحن وضع هيك الجهد كامل للكرة نفرض نقطة مثلاً أو نفرض عجل حطت مثلاً F بحكي الجهد لنقطة F أو K في Q على R كم K اللي هي تسعة في عشرة قوة تسعة في Q اللي بدنا نحسبها على R بعيد عنها نصف قطر راح كانت تسعة سانتي في تسعة في عشرة قوة سالب اثنين الجهد عندي هون راح يكون هاي سالب خمسة سالب خمسة سالب خمسة فولت التسعة بتروح عندماعة التسعة هاي نرفعها لفوق بصير عشرة والسالب احداش المنوع نقسيم كلها على عشرة قصة احداش على عشرة والسالب اثنين تير كيو تساوي سالب خمسة في عشرة قوة سالب احداش كولوم طبعاً ايش بعرف من الشحنة السالب؟ انه نطلب معي سالب أكد راح يطلع معي سالب لانه الشحنة هي أثنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة